تعالي نروح جزيرة غمام مع بعض. دور هلالة دور سهل وصعب. كتابة فيها من التسامح والأخلاق والروحانية ودور تقدري تقولي كده ورق كده جديد من نوعه. ودور ساعتنا حس ان انت اهتكلي العمدة وهن لقيكي بتحتضني وتحتضني العيلة. والقوة بتاعت المشهد اللي انت بتكلمي فيها اللي مفيش خوف. الست القوية الصح. ده اللي قدرتي تعملي. شو قلت ايه يا شفكي. الصح. الصح. اللي طول ما الست صح تحط صبعها في عين التخين. احكيلي عن وانت بتعملي الدور ده كهلالة. خدتي احساس مين. خدتي احساس مصر. اوه. ستة المصري. خدتي احساس مين. بس انا هقولك سر انا بقوله الاول مرة. انا وانا بقرأ المشهد ده عيط. وبعدين زالت من نفسي قوي وانا قاعد على المكتبي بذكر. قلت هلالة ما تعيطش. هلالة لما تبقى ست صح. زي ما انت قلت دلوقتي واخترت لها ست صح. الوحيدة اللي مش مسك عليها غلطة. حتى لما قالها بيجي لك في البيت. قالت له ده جوزي على صنة الله ورسوله. مهو الشر مقدرش يأذيها. مقدرش. مقدرش يعمل معها حاجة. مقدرش. الست اللي لما ابنها غلط قالت له انت قالت ده غلط. لو غريب هيتعمل مع ايه. اللي تعمل مع الغريب يتعمل مع ابنه. كواليس جزيرة غمام كواليس عمل صعب. واللوكيشن نفسه وشكله والحالة اللي انتوا كلكوا فيها. يعني بطولة جماعية قوية جدا. ونفسة شديدة جدا. صحيح. عشان كده هما ما عملوش تتر. يعني حيحطوا مين ولا مين. يعني كلهم ابطال. أستاذ الرياض الخولي. ميز الدين. طرق لطفي. محمود البزاوي. رخيفة أنسة نيس. فيه ناس كتير. يعني كلهم نجوم. الناس كلها نققى فتح يا عبد الوهاب. طبعا. رياض الخولي. رياض الخولي. كل الناس الحقيقة. العالم بتاع عبد الرحيم كمال. عالم مليان روحانيات. ومليان رموز. ومليان حالة كده مركبة. أنت بتلاقي نفسك في الحالة دي. هو الفن. هو الحقيقة. بس مش معنى من كل حاجة موجودة في الفن. أحيانا بيبقى للتسلية. طبعا. أمريكا نفسها. عندها دور للعرض. تعمل أسلام للتسلية واضحة يعني. آه. أنت بدخلت. ده زي ما دخلت زي ما خاركت. وانا اكتسبت ايه. مفيش حاجة. فالتسلية في الفن هدف. والتعلم. والقيمة في الفن هدف. لما دخلت المسلسل ده تحديدا. كنت بتعملي راجعيني يا هو. وليلي بصراحة. كنت حاسة أنه. لا أنا أكيد بقى حبا قريبا. الناس أكتر من راجعين لهوا. وبينفجئتي بكمل إعجاب بالجمهور في جزيرة غير. لا خالص. ولا كنت حاسة بالاتنين. ولا حاجة من دول. أنا كنت هقولك على حاجة. يعني كان بيجي علي وقت. مثلا عندي أسبوع. ده من حسن حظي. في راجعيني يا هو. خلصت راجعيني يا هو. الأسبوع ده. عندي أسبوع فاضي. أنا معزولة تماما. أنا ظلمت بيتي بالكامل. يعني ما قبلش حد. لو ابني طلب مني حاجة. أنا مش سمعايا مع أن موضوع ده بيهرني. لأن أنا بحب. أنا ارتديت أني أبقى بشتغل. زي أي ستة مصرية. بتشغل أي شغلانة. لازم أراعي كمان فيها بيتي وابني وحياتي. بس أكيد هم مقدرين. يعني ده وقت. لأنه بيت فن. آه طبعا. مقدرين كل حاجة. وماما ربنا يديها صحة بصراحة عاملة معنا دور كبير قوي. تتاهمل معك إيه بس أنت وآيتن يعني. بصراحة. يعني ماما دي تروح فين يعني. والله ربنا يديها صحة. آه طبعا. بجد.